النهاردة جماعة هنتعلم ازا نشتغل بورتريه او نرسم بورتريه مقاس متر سبعين على ورق كنسون مية وتمانين جرام بفحم عادي. بنبدأ نشتغل في العين او الحاجب عادي مش شرط نبدأ بحاجة معينة يعني ممكن الحاجب او العين او الشمال او اليمين مش شرط برضو جزء معين. نخلص الحاجب او العين وندخل في اي حاجة قريبة من العين يعني زي المناخير مسلا. زي ما انتم شايفين كده بالزبط. خلصنا العين ودخلنا في المناخير وكده. دخلنا في الحاجب التاني والعين من ناحية التانية. وبنشتغل بالراحة بس هو الفيديو عشان متسرع وكده فباين انه هو بسرعة. بنبدأ نشتغل واحدة واحدة عشان الصورة بس مقاس كبير وكده فهو الوقت فاخدت وقت كتير يعني معينة. بس هو هتشوف دلوقتي الفيديو هتبان اكتر يعني. بتكون الصورة على الموبايل بقى او صورة يعني مسلا دي اه على الموبايل او صورة كارت ممكن يتحطي جنبنا وممكن نبدأ يعني ننقل منه او نرسل منه او نشتغل منه يعني. احنا هنا بنرسل من موبايل. بحيس نقدر نكبر الصورة لو في تفاصيل او في حاجات صغيرة في الصورة مش شايفينها. بنقدر نتكبر الصورة من خلال التليفون يعني. خلصنا هنا المناخير وعملنا الضل اللي على الشمال ده. دخلنا في الشفايف وفي السنة. السنة بتبقى فيها شغل كتير عشان بتبقى بين السنة والسنة في فواصل رفاية جدا. فلازم نعملها بالراحة. هنا خلصنا الشفايف وخلصنا السنة. بنحاول نغمق اي حاجة غمقة يعني اي حاجة في الصورة غمقة بنحاول نغمقها. والفاتح بنسيبه او نحاول يعني بنبقى الشي غمق جدا يعني بحيس لما نشتغل فيه او نعمل اضاءات تتعامل بسرعة معنا ما نحطش نمسح كتير في الصورة. هنا خلصنا يعني الشفاف والعين ومناخير وكده والدحكة من العلمين بنشتغل بقى في الشعر. هو الشعر صعب شوية عشان الشعر الشعر في حاجات بيضة كتير او في ضغط كتير او بيضة وفي حتة فيه سودة او صمرة. فالشعر بياخد وقت مننا شوية عشان بنشتغله بالقلم. بس بعد كده لما بنخلص كل القلم بنبدأ نشتغل بالقطنة بحيس نعمل الضل والنور في الشعر بالقطنة. بحيس ان اخد مساحات اكتر وفوها تقال. انا بنشتغلين في الجوز الشمال اللي على الشمال. دي اقرب حاجة للصورة بس ان شاء الله الفيديوهات الجاية بحنقرب اكتر بالكاميرا بحيس ان اي تفاصيل في الصورة تبين. ما تبقاش من بعيد كده. بنعمل الشعر من فوق او القصة من فوق. وبنشتغل بنروحة بنحاول نبص كويس. هنا من زاوية تانية. من قدام الصورة بالزبط يعني تقريبا. خلصنا احنا الجزء الشمال ودخلنا في الجزء اليمين. برضو بتبقى الصورة جنبنا يعني احنا مش بنرسم هنا مسلا من 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 دماغ النماز. لا هي الصورة بتبقى على الموبايل او الكارت زي ما قلتلكم بننقل منه. بس هو الموبايل مش باين او حاجة اللي بنرسم منها مش باين. هنا الحاجات البيضة اللي شايفينها في الشعر دي ده شعر ابيض او ادقة كبيرة قوي في حالة بنسيبها بيضة. في الاخر خلص بتبين مع مع الجومة او الاسيكة بتبين في الاخر ان هي اضاء. هنا بدأنا نشتغل في الضل وفي النور. بدأنا باول حاجة بالحاجات الغامقة في الوش. زي عظمة المناخير من على الشمال كده. ده عشان عمق فبين انه هو غامق قوي. وده المناخير وعملنا فوق العين اللي هي الجفون من فوق. وعملنا المناخير وعملنا الخد من على الشمال ودخلنا في العين التانية زي ما انتم شايفين. ونفس الكلام برضو حردة الوش او يعني يعني شكل الوش او عظمة الوش كلها ونقورة زي حمقها بنسيبه الفاتح فاتح مش بنيجي جنبه. والغامق بنغمقه. فالاضاءة والحتى اللي فالاضاءة بتبان لوحدها. مش مش بنيجي جنبها او باك انا مساحتين بالجومة بنسيبها فاضية وفي الاخر خلص بتبان ان هي اضاءة. هنا خلصنا في الوش نزلنا شوية على الرقبة في هي مسكة عقدة في ايديها او لابسة عقدة ومسكة بايديها فبنشتغل في السوابع. وفي الكتاف نشتغل بالروحة عشان الصابع او الايد او الحاجات الصغيرة دي ممكن اه جانب انا اه ومش شرطة ممكن نغلط عادي بنعالج الموضوع في ساعتها يعني حتى لو غلط او لو غلطتي بتعالج الموضوع او بتعالج الموضوع في ساعتها يعني هنا في في دل جامد قوي تحت الاداء. بنحاول نزبطه او نغمقه في في الايد من جوة في غمقين او دل عمق يعني فبيبقى غامق. ونزبط الرقبة. وفي دل جنب الساعد جنب الساعد بتاع الايد. في دل على الشمال. وفي دل برضو هنا عند الايد اليمين. بس الدل ده اكبر من الناحية التانية فبنعمله. ده بتشتغل بقوتنا كبيرة يعني. هنا هنا بدأنا نشتغل في الفستان او في الجزء اللي تحت ده. نخلص الايد والكتاف. نشتغل في الفستان بالغماء في خطوط رمأة. هنا خلصنا الفستان بنمسك الفورشة بنفض الصورة من اي يعني من اي فحمة مسلا او طرابة على الصورة. هنا بدأنا نشتغل في في البجراوند او الخلفية. نحن نغمأ من على الحروف وندخل على فوضي او ندخل على افتح من الحارفين. كده الصورة قربت تخلص بس دسة فيها اضاءات هنعملها بالجومة. هنا بدأنا نشتغل بالجومة شوية من جومة رفياة قوي بحيس نعمل الشعر ده او يبان ان هو شعر. عشان لو جومة تخينها مش هيبان الفرق بين الشعر او الشعر هيبان فرق كبير اوي فمش هتبان شعر. لكن لما جومة تبقى الفيعة وتتعمل خطوط جنب بعض كده قوي بيبان ان هو شعر. هنا الاضاءة يبدأ يتبان في الشعر. اي طرشقود بقى اي حاجة في الصورة مسلا مش مزبوطة بنحاول نزبطها في الاخر. يعني اي حاجة ممكن نعمل بالقلم مسلا بقلم رصاص غامق نعمل شعر خفيف كده لتطوير لو فيه شعر مسلا نزبط الرموش نزبط الحاجب. في الاخر خالص يعني. اينا بنزبط الاضاءات برضو. نحية اللي هو جزء الشمال. كل ده جمع. الاضاءة عالشمال دي بنتقل تاني بالجمع عليها عشان تباني اضاءة اكتر. وبرضو فيهو العينين فيهو الجفون في السنان. وفي الخدود برضو نفس الكلام في اضاءات باينة في الصورة. فبنحاول نعمل زيها او نقلت زيها بالزاقة. اخد برضو من العالمين. نحاول نشتغل بالجمع وكان بنلايين على طول. قم دعم الدقل من تحت خالص. دي في الاخر دي عشان بننفل برضو اي حاجة متماكن الجومة. لو في اي مسلا رايش او كده. كده الصورة عربت تخلص خلاص احنا في الاخر. ننزبط الاضاءات وبس هنا في اضاءة تحت الدقل على طول وهنا نقول لكم الصورة كلها عاملت زي يعني. هو التصوير وحش اوه بس بعد كده هنحاول نزبط موضوع التصوير ده كويس. يفرش برضو بننفض الصورة من اي من اي حاجة عليها يعني عشان خطر. ما يبانش مسلا فيه نقط او فيه طراب من الجومة او فيه بقى يعني كده. بنتحاول نزبط بقى اي حاجة. يعني في اي حاجة على محتاجة تصبيت مسلا شعر بتاع اضاءة اي حاجة بنتحاول نزبطها في اخر الصورة عشان بيتباني. زي ربي تعجبكو يعني. لو في اي سؤال او في اي استفسار يعني ممكن تسجدنا. او تكتبونا يعني وكده. وهنا هنحاول نزبط او نجيب على اي حاجة يعني. بس كده وكده احنا بنفنش الصورة على المفروض او بنخلص. زي ما توقع اي استفسار او سؤال بخصوص. بخصوص هنا. بعتونا العطول. وهنا هنحاول نجيب على كل اسئلة. كده احنا خلصنا بولتري النهاردة. رب يكون عجبكم.